أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي حول اهتمام الأسر المصرية باقتناء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 39.6% من أرباب الأسر أبدو اهتمامهم بشراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وكان أكثرهم من قاطني المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحرية في حين أعرب 29.7% منهم عدم الاهتمام بشراء مثل هذه الأجهزة